كهربا من الناس القريبة منك جدا جدا يعني بتكلم معاه دلوقتي رأيك ايه في اللي حصل شايف الدنيا وبعدين راح البرتغال انت برضو لعبت في البرتغال قبل كده ويمكن الجو هناك مش اي حد يتأقلم عليه في البرتغال بالاخص يعني بتكلم مع بعض وبتقول رئي طبعا يمكن انا في البداية تكلمت مع كهربا في نقطة القرار اللي انت اخدته لازم تبقى درسه بشكل كويس عشان ما تعرضش لأي عقوبة موضوع ما اصرش عليك التاني حاجة قلت له يعمل حاجة اللي تريحه يعني لان دايما في الكورة لما تبقى مرتاحة مويد وتبقى مبسوط بتطلع اللي عندك فلكن تبقى مضغوط وحد ضغطك واذا بتبقاش مبسوط يبقى الموضوع بالنسبة لك صعب هو قال لي طبعا ده القرار اللي هو اخده حتى لما اتكلم معاه في حواتة تركيا والبرتغال بطول ببرتغال بالنسبة لك دوري احسن اتقدم فيه انت اللي وديته على البرتغال بقى نصحته ان هو يرح انا قلته وجيت نظري في الموضوع قلت ان البرتغال اسمحه اه واسمحه يعني فقلت له البرتغال لا يعني دوري بالنسبة لكعربا كعربا هيبقى من نجوم الدورة انا واصحك المسلم الجاي في الدور البرتغالي النادي ده وضعه ايه في البرتغال النادي ده كان كان ساكند فيجن طبعا وطلع فوق جاب لعيبة كويسة السنة دي اخد بالك اموبي في الدور البرتغالي مش شرط ان انت تبقى الاخير المسلم جا تفضل في نفس المنطقة لان انت ممكن السنة اللي بعدها لو جيبت تلتة اربعة لعيبة كويسين تنافس لان هناك بنفيك بورتو سبورتنج هم مسيطرين في شكل كبير هم الاربع اللي مسيطرين بعد كده مركز خامس سابس سابع بيبقى بالنسبة لك فريق جاب لعيبة كويسة جاب صفقات كويسة هو الفريق اللي يوصل خامس و سابس فانا واصحك ان كعربا يقدم مسلم كويس في البرتغال المسلم الجاي كله هيكمل المسلم كله اللي فيه خير يقدم ربنا ليه ان شاء الله يعني كعربا مكسب كبير لأي نادي بموجود فيه طيب